بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بك عزيزي الطالب مع درس جديد في مادة التربية الإسلامية للصف الحادي عشر درسنا اليوم بإذن الله تعالى في تلاوة سورة يوسف من الآية الأولى إلى الآية العاشرة وقبل أن نبدأ في هذا الدرس دعونا نتفكر في شيء من فضائل تلاوة القرآن الكريم درس التلاوة درس يتعلق بتلاوة القرآن الكريم فلا بد لنا أن نتعلم شيئا من هذه الفضائل أولا قارئ القرآن من أهل الله وخاصته نعم عزيزي الطالب يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ما معنى هم أهل الله وخاصته؟ المعنى عزيزي الطالب أن الله جل وعلا يدافع عن أهله والله جل وعلا لا يعذب أهله فما أعظمه من شرف أن يكون المسلم من أهل الله وخاصته ثانيا من فضائل قراءة القرآن الكريم أن قارئ القرآن يضاعف الله له الأجر والمثوبة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف ونستفيد من هذا الحديث أن من قرأ حرفا من كتاب الله جل وعلا قد يؤجر حسنة واحدة وقد يؤجر عشر حسنات على الحرف الواحد بل قد يقرأ المسلم القرآن فيكتب له بالحرف الواحد سبعمائة حسنة بل إن الله جل وعلا يضاعف لمن يشاء وذلك كله متوقف على خشوع القلب واستحضار النية لله جل وعلا فهنيئا لقارئ القرآن وهنيئا لمن أشغل نفسه بقراءة القرآن ما أعظمه من أجر وما أعظمه من شرف أهداف الدرس يتوقع من الطالب مع نهاية هذه الحصة أولا أن يتلو الآيات تلاوة صحيحة ثانيا أن يفسر معاني المفردات ثالثا أن يستنبط أحكام التجويد وسورة يوسف عزيز الطالب هي سورة مكية قص الله جل وعلا فيها قصة نبي الله يوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام نبي من أنبياء الله شرفه الله جل وعلا بالنبوة كانت له قصة عظيمة وهذه القصة هي عبرة لكل معتبر وهي منهج لكل طالب ومنهج ينبغي أن ينتهجه كل مسلم حيث إن نبي الله يوسف عليه السلام صبر واحتسب في ذلك فعوضه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة رفعه الله قدرا في هذه الدنيا وأعلى الله شأنه في الآخرة فيوسف عليه السلام لاقى الأذى والمكر الشديد من إخوته ولاقى الأذى والابتلاء في بيت العزيز عندما باعوه خادما يخدم في بيت العزيز والعزيز هو مسؤول من كبار مسؤولي الدولة كرئيس وزراء أو نحوه وما لاقاه كذلك عندما سجن كل ذلك البلاء كان هينا عند يوسف عليه السلام في مقابل أن يترك ما حرم الله جل وعلا ثم نتأمل بعدها كيف أن الله جل وعلا نجاه من هذا البلاء ورفع الله قدرا وأعلى ذكره والآن عزيز الطالب سوف أتلو هذه الآيات تلاوة مجودة فاستمع إلي ثم قرأ بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين والآن عزيزي الطالب بعد أن سمعنا الآيات الكريمة أطلب منك قراءتها قراءة متأنية متدبرا لأهم هذه المعاني ولمعرفة معاني هذه الآيات دعونا نتأمل معا قال الله جل وعلا ألف لام را ما معنى هذه العبارة؟ هي حروف مقطعة ابتدأ الله جل وعلا بها هذه السورة وقد ابتدأ الله جل وعلا بعض السور في القرآن بمثل هذه الحروف المقطعة وسيأتي الحديث عنها فألف لام را من الحروف المقطعة وتقرأ تقطيعا ألف ثم لام ثم را ثم يقول الله جل وعلا وإن كنت من قبله لمن الغافلين ما معنى ذلك؟ أي وإن كنت قبل ذلك لا تعلم شيئا أي لا تعلم شيئا من هذه الأخبار التي يقصها الله جل وعلا علينا قال يا بني لا تقصوا الرؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ما معنى ذلك؟ أي لا تقل لإخوانك هذه الرؤيا ولا تقص عليهم ذلك فيكيدوا لك كيدا أي فيدبروا لك أمر سوء بخفاء ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك وقد مر معنى أن الله جل وعلا قد أكرم يوسف عليه السلام وشرفه بالنبوة ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك أقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا أي ألقوه في أرض من الأراضي بعيدا عن أبينا حتى يخلص لهم حب أبيهم قال الله يخلوا لكم وجه أبيكم ما معنى ذلك؟ أي حتى تستأثروا بحب أبيكم ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك وألقوه في غيابة الجب أي أن من الاقتراحات التي كانوا يتشاورون فيها أن يلقوه في غيابة الجب أي في قعر البئر وفي ظلمتها وهو طفل صغير نسأل الله السلامة والعافية ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك يلتقطه بعض السيارة أي من قوافر المسافرين الذين يسيرون على ذلك المكان هذه أبرز المعاني الواردة في الآيات الكريمة والآن عزيزي الطالب صل بين الكلمة ومعناها هذه الكلمات وهذه المعاني وسأجيب عن سؤال واحد وأترك لك بقية الأسئلة حتى تتأمل في إجابتها قال الله جل وعلا لمن الغافلين ما معنى لمن الغافلين أي وإن كنت لا تعلم شيئا والآن بعد أن تلون الآيات تلاوة صحيحة وتعلمنا معاني المفردات دعونا نبحر في علم التجويد ومع مهارة من مهارة التجويد وهي مهارة يسيرة جدا وهذه المهارة عزيزي الطالب تتعلق بالحروف المقطعة في القرآن الكريم الحروف المقطعة في القرآن الكريم على خمسة أنواع أولا حروف أحادية مثل قول الله جل وعلا صاد قاف نون النوع الثاني الحروف الثنائية مثل قول الله جل وعلا طاه وياسين وحاميم وطاسين وغيرها من الآيات والحروف الثلاثية مثل قول الله جل وعلا ألف لام ميم وألف لام را وطاسيم ميم وغيرها من الآيات والحروف الرباعية مثل قول الله جل وعلا ألف لام ميم صاد وألف لام ميم را وغيرها والحروف الخماسية كقول الله جل وعلا كافها يا عين صاد إلى غيرها من الآيات وسنأخذ بعض الأمثلة على هذه الحروف المقطعة سواء الحروف الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية أو الخماسية فنبدأ مع الحروف الأحادية قال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون حرف واحد الحروف الثنائية مثل قول الله جل وعلا طاها أي حرفان حرف الطاء وحرف الهاء وبعض الناس يظن بأن هذين الحرفين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيعد طاها وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول مرجوح والصحيح في ذلك أن طاها وياسين من الحروف المقطعة كما نص على ذلك جمع من المفسرين النوع الثالث الحروف الثلاثية قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه رابعا من الأمثلة على الحروف الربعية قول الله جل وعلا ألف لام ميم صاد أربعة أحرف ومن الأمثلة على الحروف الخماسية قول الله جل وعلا كاف ها يا عين صاد خمسة أحرف وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم بأن تلون الآيات تلاوة صحيحة وتعلمنا معاني المفردات فيها وتعلمنا مهارة من مهارات التجويد في معرفة أنواع الحروف المقطعة في القرآن الكريم أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم ولنا لقاء آخر مع الدرس الثاني من دروس التلاوة إلى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته